السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية معكم معلمتكم مناط صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية للصف الخامس ابتدائي لمادة لغتي الفصل الأول يشرفني تدريسكم لهذا العام في مادة لغتي قوانين التعلم عن بعد يا طلاب وطالبات الصف الخامس ماذا يجب عليكم؟ أحسنتم أولا نختار مكانا مناسبا لنا حتى نستطيع أن ننتبه وليتشتت انتباهي أو أنشغل بمن حولي كذلك حتى لا تفوتني دروسي يجب علي أن تكون لدي معرفة بوقت بداية الدرس كذلك أجهز كتابي أدواتي وألواني التي أحتاجها قبل بداية أي درس أيضا لا معنى أن أضع بجانبي كأسا من الماء حتى أشرب أستمع إلى درسي بتركيز وتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد حتى تقدموا لأبنائنا المساندة والتوجيه والإرشاد عند الحاجة لذلك عنوان درس استخدام جمل متنوعة للتعبير شفاهيا مجال المستهدف هو المجال المعرفي أما المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة الأهداف التدريسية أولا أن يسمي الطالب والطالبة صورة متنوعة ثانيا أن يقرأ الطالب والطالبة كلمات متنوعة ثالثا أن يستخرج الطالب والطالبة الكلمة بين الكلمات بعد سماعها الأهداف التدريسية أن يربط الطالب والطالبة الصورة بالكلمة خامسا أن يقمل الطالب والطالبة الحرف الناقص في الكلمة سادسا أن يكتب الطالب والطالبة كلمات متنوعة سابعا أن يستخرج الطالب والطالبة الجمل ثامنا أن يرتب الطالب والطالبة الكلمات لتكوين ماذا لكوّل لنا جملة ممتازين أن يعبر الطالب والطالبة بجمل متنوعة وصل الصورة باسمها المناسب أمامي صورتان وثلاث اسماء مطلوب مني أوصل الصورة باسماء المناسب خلونا نشوف الصورة الأولى ما هو محتواها؟ ما هو الاسم المناسب لها؟ نفكر نتأمل ونلاحظ ونفكر قبل أن نختار أبنائي وبناتي ما هو الاسم المناسب لها؟ ما العنوان الأنسب لهذه الصورة؟ هل العنوان الأنسب لها؟ حديقة؟ هل ممكن أن أقول عن هذه الصورة حديقة؟ أن أسميها أنها منظرا لحديقة؟ أم أقول بحر؟ أم أقول صحراء؟ لما نشوف ألعاب ومراجيح وماذا؟ ومسطحات خضراء لبعد لدهننا أن هذه ماذا؟ حديقة؟ أم بحر؟ أم صحراء؟ ما رأيكم أنتم؟ الصورة حبارة عن مسطحات خضراء أطفال يلعبون أحدهم بالدراجة والآخر بالأرجوحة وهناك من يجري ويلعب ويقفز أين هم يا ترى؟ هل هم في البحر؟ أم في حديقة؟ أم في زحراء؟ ممتازين إذن نقول الإسم المناسب لها أو نصلها بالإسم المناسب ماذا؟ بصوص أعلى حديقة أحسنتم الحديقة دائما يكون لد فيها ماذا؟ مسطحات خضراء ويكون فيها أرجوحة وبعض الأطفال يلعب بدراجاته هناك أحسنتم طيب المنظر الثاني الإسم المناسب لهذه الصورة هل هي؟ بحر أم صحراء؟ جميعنا نعرف شكل البحر ها؟ والبحر عبارة عن ماذا؟ ممتاز هل هو عبارة عن رمل؟ أم عبارة عن ماء؟ ممتازين البحر عبارة عن ماء ممتاز إذن هذه الصورة هل فيها بحر وماء؟ أم ماذا؟ رمل أحسنتم عندما تكون الأجواء جميلة أين نذهب؟ أين نذهب؟ ونستمتع بيطلع به ماذا؟ بالذهب في رحلتين صحراوية إلى الصحراء أليس كذلك؟ في الشتاء؟ إذن نح هذه تمثل اسم المناسب لها ماذا؟ صح؟ صحراء ممتاز إذن الاسم المناسب لها كلمة صحراء إذن عنوينها بعنوان صحراء اكتشف الحرف الناقص كيف نكتشف الحرف الناقص؟ أمامي صورة صورة ماذا هذا؟ هل هي ولد؟ ما نوعها؟ ما جنس هذه الصورة؟ إذن لم يكن ولد إذن هي ب ب ب أحسنتم ممتاز هذه بنت بنت إذن أي حرف ناقص هنا؟ ب ب ب ن ن ت مين الحرف الناقص؟ أي حرف؟ حرف ماذا اللي نحتاج نكتبه؟ أحسنتم حرف النون ممتاز إذن نكتب حرف النون بنت من يستطيع قراءتها؟ معذرة بنت بنت كيف استخرجنا الحرف الناقص؟ عرفنا ما هو الحرف الناقص في هذه الكلمة؟ أو ما هي هذه الكلمة تحديدا؟ عن طريق ماذا أبنائي وبناتي؟ ممتاز عن طريق الصورة عن طريق الصورة نكتشف الحرف الناقص ما الصورة التي لدي؟ حتى أستطيع أن أخمن الحرف الناقص تماما ما الصورة التي لدي؟ هل هي صورة معنزل؟ طيب هي صورة بيت؟ إذن صورة قمر؟ طيب صورة ماذا؟ ها ما الذي يخرج لنا في النهار؟ أحسنتم صورة شمس ممتاز هذه الشمس إذن أين الحرف الناقص؟ أي حرف هو الحرف الناقص؟ عرفنا أن هذه صورة شمس ما هو الحرف الناقص هنا؟ أولا أين ما كانه؟ هل هو في المنتصف؟ لا ممتازين طيب في الأخير هو الحرف الناقص؟ أحسنتم ليس الحرف الناقص في الأخير إذن أين حرف الناقص؟ أين مكانه؟ في الأول الحرف الناقص هنا مكانه في الأول ما هو؟ هيا نعيد اسم هذه الصورة ما اسم هذه الصورة؟ شا شا شمس إذن الحرف الناقص هو حرف ممتازين حرف الشين يا سلام إذن نكتب هنا حرف الشين بنقطه الثلاث هكذا أصبحت الكلمة كاملة لا حرف ينقصها من يجرب يقرأ علينا مرة أخرى؟ أحسنتم شمس ممتاز أبنائي وبناتي أيضا هيا نكتشف الكلمة الناقصة من هذه الصورة أين نذهب للصلاة كل يوم؟ هيا يا أولاد أين يذهب أبي للصلاة؟ كم مرة أولا يذهب؟ خمس مرات أين يصلي أبي؟ أين يصلي؟ في أين؟ أحسنتم في المسجد إذن يصلي في مسجد مسجد هنا كلمة ناقصة من كلمة مسجد حرف ناقص في هذه الكلمة أي حرف؟ هل هو الحرف الأول؟ حرف الأول موجود يا معلمة طيب الحرف الثاني؟ موجود أو لا؟ أحسنتم أيضا الحرف الثاني موجود طيب الحرف الثالث فكروا معي هو موجود؟ نعم حرف الجي موجود طيب الحرف الأخير هناك فراغ لا أعلم ما هو الحرف الأخير هنا ما هو هذا الحرف؟ هيا نجرب نسمي الصورة حتى نكتشف أين هو الحرف المفقود أو ما هو الحرف المفقود ما ما مسجد مسجد أي حرف طلع معي في الأخير؟ مسجد أحسنتم حرف الدال يا سلام عليكم أنتم جدا متميزين ممتازين إذن الحرف الناقص في الأخير حرف الدال طيب ما رأيكم؟ لو اختبرت قوة ملاحظتكم قليلا أبنائي وبناتي أريد أن تستكشفوا ما الفرق بين هذه السمكتين هناك فرق ليست متشابهتان توأمتان هناك اختلاف بسيط اكتشفوا معي ما هو هذا الاختلاف سأمنحكم فقط أقل من ثلاثين ثانية هل يجدوا الاختلاف؟ تأملوا جيدا ما هو الاختلاف بين هذه الصورتين؟ أريد أن ألاحظ دقة ملاحظتكم ممتازين أحسنتم إذن أين وجه الاختلاف؟ في ماذا؟ لاحظوا أين؟ ممتاز في العين هذه عينها ماذا؟ ما لون العين هنا؟ أسود وهنا ما لون العين؟ أحمر أحسنتم ممتاز يا أبنائي وبناتي رائعين قوة ملاحظتكم ممتازة ورائعة أجب بصح أو خطأ أمامي جملة الآن صورة تعبر عن هذه الجملة يجب أن تكون الجملة مناسبة للصورة الجملة هنا تقول جلست الدجاجة على بيضها جلست الدجاجة على بيضها هل هذه جملة؟ يا أبنائي وبناتي صحيحة ومناسبة للصورة من التي جلست؟ انظروا ما اسمها؟ أحسنتم دجاجة هي جلست على من تقول الجملة على بيضها أين البيض؟ من يشير على البيض في الصورة؟ إذن موجود البيض إذن هل جملة هذه صحيحة؟ و تماما منطبقة على هذه الجملة أم لا؟ من يجيب؟ أحسنتم إذن نقول هذه الجملة ماذا؟ جميعنا نردد بصوت آله هذه الجملة صح ممتاز هذه الجملة صح فهي مناسبة ومعبرة للصورة طيب دوركم الآن أعطوني جملة أخرى ماذا ممكن أن أقول؟ أنا أسمع جبات جميلة أحسنتم نستطيع أن نقول ماذا؟ باظت الدجاجة بيضا كثيرا باظت الدجاجة بيضا كثيرا الصورة هنا أمامي ماذا؟ تقول تناولت سارة إفطارها ظهر لدي أنها خطأ ها أنتم رأيكم فلنها هي خطأ؟ الجملة تقول تناولت سارة إفطارها هل الصورة هنا تتناول سارة إفطارها؟ أم ماذا تفعل سارة؟ من يخبرني من ماذا تفعل؟ هي جملة خاطئة وظهرت لدي علامة خطأ ولكن ماذا تفعل سارة؟ لماذا هي خطأ؟ لأن سارة ماذا تفعل؟ أحسنتم رائعين سارة تفرش أسنانها إذن سارة ليست تتناول إفطارها وإنما سارة تفرش أسنانها نعم هذه جملة خاطئة نتفق معك الآن أجب بصح أو خطأ ما هي الجملة التي تعبر عن هذه الصورة؟ تقول يقرأ علي كتاب تشفونت كتاب في الصورة؟ ماذا تشاهدون في الصورة التي أمامكم؟ أنا أشاهد شجرة وولدا ماذا يفعل هذا الولد؟ أحسنتم يسكو بالماء ليسقي هذه الشجرة حتى تقبر وتثمر كذلك إذن هل الجملة المناسبة؟ يقرأ علي كتاب؟ هل هي جملة مناسبة لهذه الصورة؟ أحسنتم لا ليس جملة مناسبة إذن هذه الجملة ماذا نقول عنها؟ خطأ ممتازين خطأ أحسنتم إجابة صحيحة ورائعة رائعة جدا أبنائي وبناتي أجب أيضا بصح أو خطأ ماذا حدث في هذه الصورة؟ حدث مؤسف ما هو هذا الحدث؟ ماذا نشاهد؟ سقط علي من الدراجة هكذا تقول الجملة تصف لي هذا الحدث سقط علي من الدراجة ما رأيكم؟ هل هي جملة مناسبة لهذه الصورة؟ ولهذا الحدث الذي حصل؟ هل فعلا سقط علي من الدراجة؟ ماذا نقول عن هذه الجملة؟ صحيحة؟ أم خاطئة؟ ولا تناسب هذه الصورة؟ أحسنتم ممتازين يا طلاب وطالبات الصف الخامس هذه جملة صحيحة انظروا إلى علي قد سقط من دراجته ويبدو أنه أيضا أصيب وتأذى إذن جملة مناسبة ومعبرة عن الصورة إذن من يستطيع أن يحضر لي جملة أخرى؟ ماذا؟ ألا نستطيع أن نقول علي يتألم من أثر السقوط؟ أليست جملة أخرى ومعبرة عن الصورة التي أمامنا؟ أحسنتم إذن علي يتألم من أثر السقوط؟ أبنائي وبناتي أنتم جدا جدا متميزين ورائعين وصلت معكم إلى نهاية درسي لليوم أتمنى أنكم استمتعتم كثيرا كما استمتعتم بتواجدكم معي معلمتكم منالة صالح الغرب